بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفقان على عمره ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلية لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إذ كن افتلاه أعانه عليه قوم ناخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تبلى عليه بكرة وأصيلا قل أنزلهم الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز لو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسعورا انظر كيف ضربوا لك لم فال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا فبعرك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها لنهار ويجعلك قصورا بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لا تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين بعونا لك تبورا لا تدعوا اليوم تبورا واحدا وادعوا تبورا كثيرا قل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقوم كانت لهم جزاء مصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويغم نحرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أمنهم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لما اتخذ فلانا خليلا لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم يتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لمثبت به فؤادك وردت الله ترتيلا ولا ياتونك بمسرن لاجئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوه إلى جهنم أولئك شروا مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخار هارون وزيرا فقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا ليما وعادا وثمودا وأصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا لو لم سال وكلا تبرنا تثيرا ولقد توع على القرية التي أمطلت مطر الساوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزآه أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليبلنا عماليتنا لولا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من ضل سبيلا أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هموا إلا كلا نعام بل هموا أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مدهم ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه بليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النار نشورا وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح مجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فاجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم لا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من جرم لا من شاء يتخذ إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأغضى وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا من رحمن أنا اسجد لما تامرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سلاجا وقمرا مميلا وهو الذي جعل الليل والنار خلفته من راد أن يذكر أوراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها من آخر ولا يقتلون أنسا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلب فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كلاما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجذون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما اماما